نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين أهلا بكم بحث محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مع وزير الكهرباء عجد مهدي حنتوش تحسين واقع الطاقة وزيادة حصص تجهيز المحافظة مشيرا إلى أن صلاح الدين عانت بشكل كبير من الإرهاب حيث تم تدمير البنى التحتية فيها بينما لا يزال اهتمام الوزارات الاتحادية أقل من الطموح خصوصا مع عدم وجود أي دعم مالي من قبل الحكومة الاتحادية من جهته أكد وزير الكهرباء لمحافظ صلاح الدين دعمه لكل خيارات تحسين الطاقة في المحافظة بما يخفف من معاناة أبنائها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة واتفق وزير الكهرباء مع محافظ صلاح الدين على تشكيل لجنة لضبط الأحمال والفولتية بما يتوافق هو احتياجات أقضية ونواحي المحافظة ضمن توجه جديد لتأمين ساعات تجهيز تتناسب وحاجة المواطنين وتوفير دعم خاص للمزارعين